اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامراء كتاب أغدى الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى سراط الحزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستهبون الحياة الدنيا على الآخرة على الآخرة ويسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بنسان قوبي يبينا لهم فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بإذناء أخرج قومك من الظلمات إلى النور ودكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا قال موسى لغومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستهيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ أذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابين شديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوه وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسرتم به وإنا لفي سك وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك الفاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا أريدون أن تسدونا أما كان يعبد آباؤنا يعبد آباؤنا فأطونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على أن يشاء بالعباد وما كان لنا أن نأيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل وعلى الله وقد هدانا سبولنا ولنسبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا ولدعودن في مدلتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقابي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جفال قديد صدق الله العظيم شكرا للمشاهدة